بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم لكلمة الصراط ثلاثة أوجه الوجه الأول هو أن نقرأها بحرف الصاد والوجه الثاني أن نقرأها بحرف الصين وأما الوجه الثالث فهو أن نقرأها بالإشمام والإشمام هنا هو أن نخلط حرفي الصاد مع الزاي فتكون القراءة على وجه الصاد أن نقول اهدنا الصراط المستقيم وهي القراءة التي نقرأ بها وأما الوجه الثاني فهو بالسين اهدنا الصراط المستقيم وأما الوجه الأخير وهو الإشمام أن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم والكلمات الثلاثة هي بمعنى واحد الصراط والصراط والزراط معناها الطريق الواضحة المتسعة التي تتسع كل من يمشي فيها